أكد عدد من عضاء مجلس النواب على دور ميثاق العمل الوطني في تعزيز الشراكة المجتمعية وتعزيز مختلف القطاعات التنموية في المملكة بمشاركة مختلف فئات المجتمع كما أوضح النواب أن ميثاق العمل الوطني عمل على حفظ وحماية مكتسبات المواطنين وحقوقهم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأوجداء الأليات المتطورة لمواصلة مسيرة التقدم والتطور في جميع المجالات هذه المناسبة الوطنية الغالية على نفوسنا جميعا ذكرى ميثاق العمل الوطني أعتقد أننا في مملكة البحرين دأبنا على الاحتفال باستمرار بهذه المناسبة نظرا لما تمثله المناسبة أولا في وجدان الشعب البحريني من أهمية قصوة وفي نفس الوقت تمثل لنا نقلة حضارية ابتدأت منذ العام 2000 ولا زالت مستمرة حتى الآن على مختلف الصعود الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أعتقد أن ميثاق العمل الوطني يجب أن يستمر بذات الزخم وذات القوة التي نتطلع باستمرار أن يكون منهاجا لنا في الارتقاء بهذا الوطن الغالي أعتقد أن الأشواط التي قطعتها مملكة البحرين خلال السنوات التي تلت ميثاق العمل الوطني هي سنوات حافلة بالعمل الوطني الحقيقي على مختلف المجالات نذكر منها المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي نعيش فتراتها المزدهرة حاليا نحن اليوم نتمتع برؤية اقتصادية هي رؤية البحرين 2030 التي هي أحد المبادرات التي انبثقت بعد ميثاق العمل الوطني وعلى خلفية ميثاق العمل الوطني ومنهاج العمل الوطني أعتقد أننا نتجه بشعبنا ومملكتنا الحبيبة نحو المستقبل بكل ثقة ونتطلع دائما نحو الأحسن هذه الأشواط التي قطعناها على مختلف المستويات سوف تنقلنا باستمرار إلى رحابة من الأريحية على جميع المستويات المالية والسياسية والاجتماعية ونتمنى أن تستمر بذات الزخم وبذات القوة في البداية أحب أن أهنأ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسموه للعهد رئيس مجلس وزراء الأمير سنمون بن حمد آل خليفة وشعب البحرين بمناسبة الذكرة السنوية لميثاق العمل الوطني هذا الميثاق الذي كان مشروع جراءة الملك الإصلاحي الذي تم إعادة الصياغة في العمل السياسي والعمل الاقتصادي والعمل الاجتماعي إلا اليوم ننتمتع فيه مشروع جراءة الملك الإصلاحي هو الذي كان الهدف منه مشاركة الجميع في صنع القرار نحن اليوم موجودين في مجلس النواب نتمتع بهذا العمل اللي هو عمل الميثاق الوطني ومشروع جراءة الإصلاحي اليوم نشوف أنه طورنا كثير من التشريعات القانونية صارت فيه كثير من الأمور المالية والاقتصادية للبحرين تبوعت فيها مراكز متقدمة جدا نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين شعبها وبقيادة سيد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسموه للعهد رئيس مجلس الوزراء لا شك بأن هذه المناسبة ذكرى الميثاق العمل الوطني هي مناصبة عزيزة وقالية خصوصا لدى الشباب حيث هذا الميثاق الذي نتج عنه العديد من الحقوق الدستورية والمؤسسات الدستورية فبالتالي لدى الشباب مهمة في المحافظة على هذه الحقوق وكذلك المساهمة في هذه المؤسسات والمشاركة فيها أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات للمقام الصامي لجاة الملك مفدى السموه للعهد رئيس الوزراء الشعب البحرين هذه المناسبة العزيزة مناسبة الميثاق يعني مناسبة عزيزة على كل بحريني نحن نتلقى بها سنويا نستذكر فيها الإنجازات التي تمت من التوافق القيادة مع الشعب وكانت منحمة تاريخية للأمانة نقلت البحرين إلى نقلة نوعية في كل المجالات لذلك هذه المناسبة عزيزة نهني فيها القيادة ونهني فيها الشعب البحريني ترجمة نانسي قنقر